اهلا بيكم مرة تانية والصداع دايما نقول ان معظم من الناس اللي بتعانين من مشاكل جسدية ومشاكل صحية بيبقى الموضوع ممكن يكون ليه علاقة بتأثره من نفسي ببعض الضغطات او المشاكل او انه هو بيفكر كتير فمن كتر التفتر والقلب والقلق اللي بيبقى موجود فيه بيبدأ يظهر له صداع بشكل مستمر فاحنا هنتكلم في فقراتنا دي عن الفرق ما بين الصداع اللي بيبقى ناتجه عن التوتر والصداع الصداع النصفي لا لأسباب فعلا محتاج الواحد يبص ليها واسباب ما لاش علاقة بالتوتر وغيره من الشاب ده العصبي خلينا نرحب ضفنا لمشرفنا في الستوديو الدكتور احمد الاحتب خصائل مخو العصبي اهلا بيك دكتور معين اهلا بيك موضوع الصداع ده موضوع مهم جدا هنبدأ النقاش معك فيه ولكن خلينا نشوف في فيديو بتكلم عن الصداع التوتري ونرجع نبدأ معك فقراتنا الصداع التوتري هو اكثر انواع الصداع انتشارا وهو عبارة عن الم حاد ينتشر في الرأس ينتج عن تقلصات العضلات في الوجه والرقبة وفروة الرأس ويعد التوتر هو اكثر المحفزات المتكررة شيوعا لنوبات الصداع التوتري من اهم علاماته واعراضه شعور بضيق او ضغط يحيط بالجبهة او على جانبي ومؤخرة الرأس الشعور بالألم عند لمس فروة الرأس والرقبة وعضلات الكتف يصنف الصداع التوتري الى فئتين رئيسيتين عرضي ومزمن يستمر الصداع التوتري العرضي مدة 30 دقيقة وحتى اسبوع كامل اما الصداع التوتري المزمن مدته 15 يوما شهريا او اكثر اما قوي نعرف الفرق ما بين الصداع النوعين دول لانه ساعات كدهير ممكن يكون حد عنده اسباب بوجيهها الصداع بس بيتقاله بس انت كل اللي عندك انك عندك مشكلة نفسية ضغط عليك او بتفكر كتير فعندك صداع بشكل مستمر عايزين اعرف يا دكتور ايه الفرق ما بين الصداع الشقيقة وما بين الصداع التوتري اهلا وسهلا بكم اولا صراحة هو موضوع كتير مهم هو احد اهم الشكايات اللي بيراجع فيها المريض عيادة طبيب الاعصاب او حتى عيادة طبيب العام هي شكاية الصداع وحتى اقسام الاسعاف نسبة حوالي 4% من المرضى بيجوا مشان الصداع فقط لا غير يعني الصراحة هو اكبر نوعين من الصداعات اللي منشخصهم عند الامراض هو الصداع التوتري وصداع الشقيقة الصداع التوتري هو التشخيص الاشياء على الاطلاق كسبب للصداع الميز بينه وبين الشقيقة في مواصفات مختلفة جدا بين الصداعين تخلينا بسهولة مميز بين النوعين من الصداع الصداع التوتري مثل ما ذكروا بالفيديو السابق بيصيب الانسان بحدود الخمسة عشر يوم في الشهر مدة نوبة الصداع بتكون من نصف ساعة الى عدة ساعات عادة النوبة الصداع التوتري ما بيرافقها اقياء غثيان ازعاج من الصوت من الضوء المرافقات طبيعة الصداع بالصداع التوتري المريض بيوصفه انه في ثقل برأسي او في شي شادد على رأسي حتى ممكن ان لك انه انا حاطط شريط على رأسي هون مربوطها غامل صحيح تماما الاسباب الصداع التوتري طبعا احد الاسباب هو توتر النفسي ولكن هو قد لا يكون توتر نفسي موجود عند الانسان اساسا ويصير عنده صداع توتري بسبب التوتر او الشدة اللي بيصير بعضلات الرأبة او عضلات فروة الرأس ممكن يصير الصداع التوتري عند الانسان سوء استعمال الرأبة ومن احد اهم اسباب الصداع لما تتشنج عضلات الرقبة وتشنجها يمتد لعضلات الفروة عند الرأس فبيصير الإنسان عنده الصداع هذا وكتير بتصير عند الناس اللي بيستعملوا الموبايلات غلط لفترة طويلة اللي بيقروا وبيكتبوا المهن تباحهم تتضمن أنه أنا دوما راسي نحو الأسفل المهن الخياطة أو النجارة أو ما شابه يعني ودول بيبقى عندهم بشكل مستمر ساعات ممكن الواحد يقوم كده من النوم يبقى نام بشكل غلط فيحس أنه مصدع طول اليوم هل ده ممكن يكون مرة ولا ممكن يكون يتسبف أن الواحد يصدع فترة طويلة الصداع التوتري لحتى نقول أنه هو المريض هذا مريض صداع توتري ما هو صداع بيجي مرة أو مرتين في الشهر أو ثلاث مرات في الشهر وبيروح فقط هو صداع لازم المريض يعاني منه أقل شيء 15 يوم في الشهر لنقول عنده صداع توتري ما هو صداع فيه شيء يسمه الصداع الاعتيادي هللي بيصير لأسباب عارضة نمت نومي غلط في الزيت مزعوج متدايق هذا أمر عارض بيجي وبروح أما هللي بيعاني من صداع 15 يوم في الشهر هذا الصداع التوتري يعني صداع توتري فترات طويلة نص الشهر تقريبا عنده صداع ولو بشكل متفرق عمو نص الشهر متواصل يعني بس ولكن عدد نوبات الصداع عدد أيام اللي بيجي فيه صداع هي تقريبا نصف الشهر حتى لو منقطع يعني مش الخاصة شهر يوم وراء بعض ولكن نص الشهر بشكل متقطع أو بشكل يوم ويوم لأ يومين ويوم آه المهم أنه بيجي للصداع فترات طويلة جدا من الشهر طيب بيبقى بنفسه أعراض الصداع اللي احنا عارفينه دكتور ولازم حكي قلت كده كأن حد راب الدماغ وكده هي أعراضه تماما هي أنه المريض عنده ألم في الرأس الألم طبيعته كأنه فيه شي شادد على الرأس فيه ثقل بالرأس بدون أي مرافقات أخرى عادة ممكن يرافقه بس ألم بالرقب أو ألم بالأكتاف بس أكتر من هيك لا بينما صداع الشقيقة صداع كينونته مختلفة تماما صداع الشقيقة لحتى نقول المريض عنده صداع شقيقة بده يكون عنده على الأقل خمس نوبات من صداع ذو مواصفات محددة الصداع هذا اللي بيوصفه المريض أنه عبارة عن النوبة تبعه تستمر من أربع ساعات لثلتة أيام أحيانا فأي صداع بيستمر فوق ثلتة أيام أو أقل من أربع ساعات ما في نقول عليه صداع شقيقة الأمر الثاني أنه هاي النوبة اللي بيصير فيه الصداع لازم يكون فيه مواصفات محددة لحتى نقول أنه هي صداع شقيقة فالصداع لازم يكون نابض يرافقه الخوف من الضياء أو الخوف من الصوت نسميه بالانجليزي الفوتوفوبيا والفونوفوبيا لازم يكون الصداع بالغالب وحيد الجانب عايز نفهم يعني إيه الخوف من الصوت أو من الضوء طبعا اللي هو لما يكون فيه الصداع شديد جدا عند المريض فبيقلك أنه أنا الضوء باب يريحني بزيد الصداع لازم أقعد بمكان معتن مش خايف منه بس بيديقه تماما إزعاج خلينا نقول هو المشكلة المسترحة الأجنبي الفوتوفوبيا الفوفوبيا هي الخوف بس هي أقرب للواقع الإزعاج من الصوت والإزعاج من الضياء بس الحالات الشديدة هي فعلا متصل لمراحل الخوف يعني المريض بيقول لك اطفي كل الأضوية وأنا بديعود بمكان معتم لحتى يزول الصداع لمريض الشقيقة يعني لا تسمعوني أي صوت أي صوت نسبة إلي بيعمل لي الصداع أقوى بكتير في عنا الصداع طبيعته بتختلف يكون عادة صداع نابض منسميه بيقول لك المريض كأنه نبض القلب بس قاعد ضمن الرأس دماغي أنا حاسس بنا يقول لك أنا حاسس بالنبض بس من دماغي صداع الشقيقة عادة هو صداع وحيد الجانب يعني بيجي بجانب واحد من الوجه وحول العين ممكن جدا وبالجهة الجبهية ممكن يكون له مرافقات كتير مثل الاحتقان في العين الأحمرار اللي بيصير الدماء سيلان الأنف ممكن الغثيان والإقياء من المرافقات تكون موجودة فنحن في عنا معايير معينة لحتى نقول هذا الشقيقة وتانيا نوبة واحدة ما منقول عليها شقيقة محتمل تكون شقيقة وإنما مرور خمس نوبات بهالمواصفات صار اسمه مريض شقيقة خمس نوبات توصد خلال الشهر لا مش بالضرورة مال إمتى أي مريض بيصير عنده هالنوبة بهالمواصفات المعينة لخمس مرات صار اسمه مريض شقيقة إذا كان عنده أقل من هيك نواب يعني فوق الأربع ساعات أقل من ثلاثة أيام من صداع نابط غالباً وحيد الجانب يترافق مع غثيان أو أقياء مع إزعاج من الصوت أو الضوء فهذا غالباً مريض شقيقة أبو الأم بقى اللي بتصدع من العيال والصوت بقى والمذاكرة وأم يا ابني وما بعدم سمع الكلام ده غالباً ده يبقى توتري ولا شقيقة ده توتري الله يعيدها بصراحة صداع التوتري سهل التشخيص كونه ما في مرافقات عبارة بس ألم بالرأس مع فقال بدون أي مرافقات تانية من إزعاج من الصوت ومن الضوء من الغثيان من الأقياء ما في أي مشكلة أخرى نقدر نقول بقى أن الصداع التوتري ده كده ليه أنواعية إما الواحد بيفكر كتير مثلاً أو عمل حركة غلط أو مصدع من كتر الكلام من كتر الحركة من الأنشطة اللي عملها خلال يومه نعم هلأ هاي الأسباب تبع الصداع التوتري إلا نحنا إما التشنج في عضلات الرقبة نتيجة سوء الاستعمال اللي بيصير إلها أو الأسباب النفسية واللي على رأسها الاكتئاب نقدر نقول ليه أنواع لا هو نوع واحد صداع التوتري بس إله أسباب الأسباب هي اللي تختلف لكن الصداع صداع صداع التوتري هو صداع صداع واحد طيب دكتور إحنا عارفيني أن الصداع بنادول أو بعض النسمايات المعينة زمان كنا نأخذ نوع دلوقتي بقال بنادول هو المنتشر ولكن هل الصداع التوتري بيروح بمجرد نأخذ برشامة صداع ولا بعد فترة وصل إلى أصل النوع اللي أزرق بش جايب نتيجة أنا هطلع على الأحمر وبعد شويلة ده جايب مفعول أو ده جايب مفعول الصداع التوتري من الصداعات السهلة اللي بيستجيب لأي نوع من المسكينات بسهولة معظم المرضى لما يراجعوا طبيب العصبية من أجل الصداع التوتري مو من أجل التشخيص لأنهم بيعرفوا أنهم بيتوتروا كتير ويصير معهم صداع ولكن بيراجعوا لما صير المسكينات ما عادة تفيدهم لما يصير إليك أنا صرت عم بأخذ كل يوم كل يوم صبحوا مثل بنادول أو بروفين أو أي مسكين تاني بس بصراحة صار بدون فائدة بهذه المرحلة عادة بيراجعوا طبيب العصب فهون نحن بنلجأ لشي نسميه العلاج الوقائي يعني علاج السبب نحن لأنه الصداع هذا المنشأ تبعه هل فيه تشنج حقيقي بعض الضلات الرأبة هل فيه سبب نفسي وراء حتى نعالج السبب ليزول نهائيا لأنه المريض اللي بيستعمل المسكينات دوما حيدخل بنوع تاني من الصداع اسم الصداع المسكينات الإنسان اللي بيعتاد على أخذ المسكينات يوميا مرتين أو ثلاثة لعدة أشهر فبعد فترة بيصير مجرد عدم أخذه للمسكين بيعمله صداع معقول؟ لسه المخرج بيقولي أنا ماشي على طول بالبرشام الصداع وخايف والآن ولو ما خدش البرشام يقولك يدخل بشي اسمه صداع المسكينات طب هو ده ليه خطورة؟ لا ما في خطورة خطورة استعمال المسكينات لفترة طويلة تأثيرها على الكيلة والكبد ما نفسه الصداع علاجه سهل فترة طويلة اللي هي قد إيه؟ سنين يعني؟ يعني عادة أشهر أشهر سامع يا سادة المخرج لازم نشوف لك حل بسرعة عشان ده المخرج بتاعنا لازم دماغه تبقى كده مركزة معانا طيب الناس اللي بتصدع كده على طول بشكل مستمر وبتعلم من مستوى الصداع زي ما حضرتك قلت كده أنه ما عادش نافع معها أي علاج فبتروح للدكتور وبيبدأ يعالجها قلت إنه ليه علاج؟ طيب يعالجها إزاي؟ ما هي أصلا ما بتتعالج شغل لما تاخد برشايم؟ طبعا الفكرة هي أنه علاجات الصداع ما هو الجزء الجزء المفيد فيها هو المسكينات عادة علاج السبب بالنسبة للصداع التوتري فقالنا إذا في تشنج بالرقبة بدنا نعالج التشنج ممكن نعمل تصوير للرقبة نشوف شو المشكلة شو السببب أو نعطي نصائح يبتعد عن الإجهاد اللي عم يساويه لرقبته وضعيات الخاطئة وندور على السبب النفسي الموجود إذا كان فيه قلاق فيه توتر فيه اكتئاب كمان لهيك الآن معظم الأدوية اللي بتعالج أساسا الصداع التوتري المراحل الخفيفة منه اللي سببها سوء استعمال الرقبة هي المرخيات العضلية بس ارتخط عضلات الرقبة بيروح الصداع ممكن حتى بدون أدوية ممكن إرخاء العضلات بالعلاج الفيزيائي بمساجات بالأبار الصيني أي وسيلة حتى غير دوائية ترخي العضلات بيروح الصداع أما إذا كان سبب نفسي فالعلاج دوما بالأدوية النفسية هالي بتعالج القلق والإكتئاب لا يبقى خلينا في الصداع يعني لو هروح أعالج الصداع بأدوية نفسية بقى أرحم لي الصداع هلأ هي المشكلة هون أنه نحنا المريض عادة يعني ما بيتقبل شي اسمه أنه أنا عندي توتر أو اكتئاب أو قلق ولازم أعالجه ليروح الصداع بيفضل يعالج الصداع وهي مشكلة حقيقية بصراحة أدوية الصداع أو المساكلات نفسية حاجة مخيفة يا دكتور إحنا عارفيني أن ليع ورد جانبية كثيرة وممكن تسبب الاكتئاب والانتحار وحاجات كده كبيرة فخلينا في الصداع ما له صداع موظم المرضى بيسألوا تقريبا نفس السؤال أنه أنت هلأ حتكتب لي مضاد اكتئاب ولو هو لعلاج الصداع التوتري ولكن أنت حتدخلني بقائمة طويلة من الأعراض الجانبية للدواء فالجواب بسيط أنه أنت هل قرأت الأعراض الجانبية للبرسيتامول ما أحد قرأها لو قرأتيها ما بتغذي يعني كل الأدوية في النشرات الداخلية اللي معاها كلها فيه إلى آثار جانبية مزعجة هاي الآثار يتعلق ظهورها بفترة الاستعمال وكمية الاستعمال كنت إسأل لك معروفة عن الدواء النفسي أنه بيستخدم لفترات طويلة زي البرسيتامول ولا الأدواء اللي بتتخذ ديه مثلا عشر تيام وخلاص وبتروح لحالها لا غير صحيح مو بكل الحالات الأدوية النفسية في مناء استعمال الفترات القصيرة 15 يوم لشهر في الفترات المسوسطة 6 أشهر تقريبا في الفترات الطويلة سنتين بعض الحالات القليلة 10% من الحالات النفسية بدأ علاج دائم مدى الحياة أما المعظم لا المعظم لازم نعمل حالة عن الأدوية النفسية يعني طبعا مع طبيب نفسي ونشوف هل فيها فعلا ليه تأثير عن مخه والأعصاب واللأ ولكن لو رجعت تاني لموضوع الصداعة سواء الصداعة التوتورية أو الصداعة الشقيقة وموضوع لأنه أخذ الدواء وبصة لقي الصداعة ما بيروحش أو صداعة على طول متلازم معي في ناس تقول لك إيه أنا ممكن بخدش دواء بس باشرب حاجة فيها كافيين بفوق وبركز وخلص ده بيغنيني عن الدواء الصداع ده في الحالة دي بيبقى من إين هي نوع الكافيين هو أحد مسكينات الصداع بصراحة ومتل ما قلنا في شيء اسمه صداع الدوائي لما ينسحب الدواء بصير عنا صداع والكافيين هو أحد الأدوية اللي بتسكين الصداع يعني هو بشكل خلينا نقول غريب شوي الكافيين هو أحد مسببات الصداع هو أحد معالجات الصداع يعني صداع الشقيقة كتير بيستجيبها الكافيين كتير مرضى بيقول لما تيجي هجمة الشقيقة مجرد أخذ فنجان قهوة إيل بيمشي الحال بتروح النوبة وأدوية الشقيقة الخطوط العلاجية الأولى فيها معظمها فيها الكافيين موجود ضمن الأدوية يعني بيحطوا عادة بالتركيبات المعالجة للشقيقة أكتر من دواء مع بعض فكلها فيها الكافيين موجود أنا عندي ماما اللي بصير بالخير كانت تبقى دخلت نام وهي مثلا مصدعة من طول اليوم فكانت تقول روحي يولد عن الريك وبيت شيء عشان نام فيئة فأنا أقول لها الشاي بيصهر أنت بتقولي أنام وفيئة إزاي مش عارفة إزاي كانت فعلا ده بتعتبروا علاج للصداع يعني فكنا من استغرب لحد ما بفهمنا الموضوع في إيه طبعا بعالج الصداع طيب عايزة بنكلم على أدوية الصداع الناس اللي مستمرة مع أدوية الصداع هل بتأثر عليها بسلب يعني على المدى القصير ولا التأثير كله على المدى الطويل كلا والكبد وكلا المرضى دوما بتسأل أنه إذا شخصتني أنا صداع توتري أو شخصتني صداع شقيقة فأنا المرض ما حيطيب من عندي فأنا حضل عما المرض عندي على طول مصاح هذا الكلام يعني كلام خاطئ أنه طالما مرض الشقيقة أنا بعرف شقيقة ما بتروح من الجسم فليش لحد تعالجها ما هي موجودة على طول كلام غير سليم أساسا الشقيقة في إلى أدوية مسمية الأدوية الوقائية اللي بتمنع حدوث نوبات الشقيقة أو إذا ما منعت بتألل من تواتر الحدوث يعني عدد مرات الصداع في الشهر وبتألل من شدة من زمن النوبة بدل ما تكون ساعات ممكن تكون أقل من ساعة ممكن تكون دقائق وبتألل من شدة النوبة بدل ما تكون نوبة معيقة للحياة يعني أنا بس إجاني الصداع لازم نعزل عن الناس وما ساوي أي فعالية أبدا ممكن الصداعي مر بسيط أنا وعم بشتغل شغلي اليومي الروتيني بدون أي إزعاج هاي الأدوية استعمالها لمدة ست أشهر متواصل بشكل منتظم وليس عند الصداع فقط بالنسبة للشقيقة تقريبا تختفي الشقيقة حتى بعد إيقاف الدواء ممكن لسنوات يمتد الموضوع هل هي صحيح أنه ما بتزول نهائي من الجسم الشقيقة ولكن تختفي فترات طويلة وهي الأدوية بتساعد بهذا الكلام أما بالنسبة للصداع التوتري فالدواء هون دوره علاج السبب وليس علاج الصداع نفسه فإلنا نحن إما إرخاء العضلات أو علاج السبب إذا كان السبب النفسي اللي هو السبب الأشهر للصداع التوتري حاليا فأنت لما تاخد أي دواء مثلا للإكتئاب الإكتئاب مو علاجه مدى الحياة الإكتئاب عادة العلاج تبعه ست أشهر دوائي إذا حالات خفيفة مع جلسات المسمية العلاج المعرفي السلوكي لمعرفة سبب الإكتئاب وأرضيته وكيفية التخلص منه وبس لذال الإكتئاب ما عد يجي الصداع أساسا طيب بالنسبة للصداع الشقيقة بعض الناس بتقولك لما بتاخده معديتها بتتقلب والموضوع بيقلب معها بشكل عكسي يعني ممكن يزرر لا تحسس بعض الناس ممكن إقياء أصلا الدواء ما يعودش في بطنه كده طيب الحالات دي تتعمل إيه الصداعات الشقيقة مشهور فيها الإقياء أساسا يعني وأساسا المعدة لما تكون في الوضع اللي هي مستعدة في الغفيان والإقياء بيكون انتصاص الأدوية فيها ضعيفة نحن بهيين الحالات من النوبات في أنواع من الأدوية تمتص مباشرة إلى الدم فبتهدي النوبات فهي الأنواع المفضلة لإستخدامها أو ممكن استخدام الحقن العضلية بهيك حالات للصداع جميل جدا طب بالنسبة للأدوية بتاعت البندول حضرتك كلمت عن الأدوية وقلت أن طب ما احنا بناخد البرستيمول وبناخد غيرها من الأدوية طب البندول بقى نفسه هو ليه درجات وليه مش عارفة الأزرق والأحمر وفيه حاجات كانت بتتاخد زمان الفرق ما بينهم وبن بعض البندول الأزرق هو بس بارستيمول فقط لا غير يعني ما فيه أي مركب تاني وهو يعني عموما هو البندول هو أأمن دواء على الإطلاق ولكن لا يعني هذا استعماله المفتوح الدائم يعني لأنه له مع الزمن أذية كبدية يأثر على الكبد الجرعة المسموحة منه عادة قد تصل ببعض المرضى لواحد جرام يعني حبتين مع بعض أربع مرات في اليوم بس لفترات محدودة هذه جرعة آمنة تعتبر أما استخدامه على المدى الطويل يأذي الكبد حكما يعني الأدوية الثانية البندول الأحمر أنت هنا عم تحكي عن بارستيمول مع كافئين الكافئين هوندورو كمسكن للصداع زائد بزيد امتصاص البرستيمول بزيد الفعالية تباو الأدوية الأخرى المشهورة باستعمالها بالصداعات الإيبوبروفين والدكلوفيناك هاي الأدوية أذية الكلوية عالية وأذيةها وتسببها بقرحات المعدة عالي كمان الأحمر هنا عم نحكي عن أدوية أخرى ليس البندول وعن نحكي عن إيبوبروفين والدكلوفيناك لأنه كتير ناس فطع الصيدلية بتطلبهم وبتأخدهم بدون أي وصفة طبية حتى في بعض الدول البندول والإيبوبروفين دكلوفين هدول موجودين في السوبر ماركت حتى ما في ذاعة تكون في الصيدلية في الواحد يتناول إلى واحده بس ما بيكون واعي بمخاطرها الإيبوبروفين بيعمل قرحات معيدية بيعمل أذية للكيلة مشهور عنه هذا الكلام طبعا منرجع والمو بالاستخدام البسيط يعني أنا استخدمته لأسبوع زمان مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وإنما اللي على طول بيجيني المريض والله أنا صلي مثلا أربعة شهور خمسة شهور كل يوم ثلاث حبات إيبوبروفين أو خمس حبات بندول بلاش يدخل بطور الأذية مشكلة لو الصداعة زاد عن حد وروح للدكتور أنا بشكرك شكرا جزيلا في نهاية الفقرة دكتور أحمد الأحدب أخصائي المخ والأعصاب